ميت كحي والسلام لفظة تطلق على سجلات موظفي الخدمة المدنية التي يحيلهم الحوث قصرا إلى هيئة التأمينات متقاعدين قبل أن يبلغوا أحد الأجلين تجريف لكل موظفي الدولة خطوة تقدم عليها الميليشيات وتحاول من خلالها التأسيس لسلطتها بقواعد جديدة تعتمد مبدأ الإحلال بالاستبدال لمن خدموا مع الأنظمة السابقة بنظامهم الحالي المعتمد في الأساس على قاعدة الولاء والإذعان جديد ميليشيات الحوثي في صنعاء هي إحالة ثلاثة ألف ظابط وفرد من منتسب الجهاز المركزي للأمن السياسي والأمن القومي إلى كشوفات التقاعد وهو ما تره الميليشيات تسريحا بإحسان بعدما تم دمج الجهازين الاستخباريين في جهاز الأمن والمخابرات الذي تديره قيادات إيرانية عبر ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي والذي حمل على عاتقه حفظ أمن واستقرار النظام السياسي والعسكري لميليشيات الحوثي بما يخدم صالح الجماعة الداخلية وفي التقاعد أيضا نالت من ضباط وأفراد وزارة الداخلية والتي تبنت عائلة الحوثي إدارة الشؤونها بدءا من عبد الكريم وزيرا للداخلية وعلي حسين الحوثي وكيلا للوزارة ممسكا بقطاع النجدة وقد نال كشوفات هذه الوزارة ومناصبها تجريف لصالح الأسرة الهاشمية بقطاعاتها المتعددة وفصلا لعدد كبير من الأفراد واستبدالهم بما تسمى اللجان الأمنية إحالة ميليشيات الحوثي موظف الدولة إلى التقاعد يأتي بعدما تم نهب 2 تريليون ريال يمني من حساب هيئة المعاشات المخصص في البنك المركزي اليمني في العام 2018 ونهب كذلك أكثر من 750 مليون دولار من ذات الحساب في العام 2015 وتجريف إرث 50 عاما سابقا كان المتقاعدين قد كوموها لحين العجز والعثرة على إثر كل هذا التجريف أصبح الموظف الحكومي بين التسريح من عمله والإحالة الإجبارية إلى التقاعد بحسب الولاء تصرف بانتظام لكل وزارة وهيئة ومرفق حكومي تسيطر عليه الميليشيات